نحن نحكي عن العادة السيئة يلي منتشرة بأغلب المجتمعات ويلي هي إدمان مراقبة الآخرين دائماً للأشخاص يلي بيراقبوا الآخرين بنالوا شي ما بيرضيهم وبيدخلوا بشؤون الآخرين ودائماً الشخص يلي بينشغل وبنغم يستبهموه وبأفكاره لحتى يحصل على معلومات للآخرين فهو بالتالي عم يضر حاله وأكيد الشخص يلي عم يراقبه هو اللي عم يسيطر علينا وعلى أفكارنا وعلى أعصابنا وعم يكون كمان الخاسر الأكبر يا هايدي صحيحة ففا منحكي عن عادة اجتماعية موجودة بشكل كتير كبير اليوم مراقبة الآخرين بكل صغيرة وبكل كبيرة اليوم نحن عايشين بعصر السوشيل ميديا اليوم صار يمكن كل الناس بترائب بعضها شو عملت شو جابت شو إنجازات شو ساويت شو هي الخطط المستقبلية كتير موجودة هاي القصة مشاهدين اليوم عم نحكي عن إدمان المراقبة على الآخرين هاي العادة السيئة قدي بتأثر علينا اليوم بشكل سلبي بتخليه مكما عنا رضا بحالنا وبحياتنا خليكن دايما قنوعين بكل شي بتمتلكوا أكيد دارة بالعالمين ميز كل شخص عنه تاني وعطاه أكيد كتير من النعم رح نحكي أكثر عن هاي الظاهرة ونعرف شو هي سلبياتها وبيسعدنا أن يكون معنا لليوم ضيفتنا غالية سعيد الدكتورا والباحثة في علم النبس صباح الخير يا صباح أهلا وسهلا فيك دكتورا يا صباح الخير يسعد صباحك دكتورا وأهلا وسهلا فيك مثل قالت عادي أنه كل شخص اليوم الله مأنعم عليه بكتير شيء ما أنا موجودة عند الشخص التاني ولكن هادو الشخص أو نوعية شخصيته ما بتخليه طلي على الشي اللي موجود بين إيديك ودائما عينه بالشي اللي موجود عند الطرف التاني إن كان بنجاحاته بأكله بشربه بخطواته بشي اللي بيشتريه يعني عرفتي كيف طب هذا النوع من الإدمان قدي ممكن يكون مضر بالشخص وليش أسا خلينا نتقل هيكل السبب شو سبب ظهوره شو سبب نشقته الشخص من الجواب تمام أول شي شكرا على هالتعريف اللطيف والهكل المفيد صراحة اللي كحضته فيه نقاط كتير مهمة مراقبة الآخرين أصلا نحن بس سيك نسمع هالك الكلمة يا عنا خيارين يا عم نستشعر باللزة والفضول إنه اي شو بتعرف عن فلان يا عم فعلا إذا كنا أشخاص مكتفين بين أنفسنا وعنا هذا القناعة ورضا متل ما تفضلتي والتمييز فلأ ناخد جنب على هالعادة ونقول نحن إنه ما بتهمنا شو السبب أو شو الدافع وراء هذا الأهيل الظاهرة أو متشرة بشكل كتير مؤذي حتى هو كبير غالبا يا سيداتي الأشخاص اللي بيكونوا عم يتبعوا هذا النماط أو عم يشتغلوا بهذا الشيء أو مدمنين على هذا الشيء في عندهم مكان فارغ بدون ضمنين بتكوين الشخصية بطريقة التفكير بسماع أصوات أفكارهم بطريقة تعاملهم مع أنفسهم ليه؟ نحن غالبا خلينا نقول مثلا نعطي الأمثلة على أنفسنا موجودين هلأ لو كنت يا سيدتي أنت إنساني ممتلئة وأنت ماز ماشاء الله ممتلئة أنت ممتلئة وعندك هذا الوقت اللي دائما مشغول ببيتك بشغلك بعائلتك بأصدقائك يعني بكله هلأ عندك أنت الوقت أنك أنت مثلا تتبعي أخبار الآخرين أو حتى تتنائل سيرون ولا بهمني أكيد ما بهمك لأن أساسا رح تستشعري أن الوقت اللي موجود عندك تقضيه مع عائلتك بحالة أنه أنت مسرورة أو أنك ترتاحي فيه أو أنك تعملي إنجاز فيه لكن غالبا يا سيدتي أهل الأشخاص اللي بيكونوا مدمين هاي العادة واللي منين بيضلوا تناقل وتواتر الأخبار الآخرين في عندهم نقص نقص كتير كبير بشخصيتهم في عندهم شيء اسمه كرب النقص أو عقدة النقص أو شعور بالإناء الفارغ سمعنين بهذا المصطلح الإناء الفارغ لأنه دائما الإناء الفارغ هو بدور على شيء يعمله إمتلاق فيه حتى لو كان هذا مجوف فارغ لا يمد للواقع بصلة أو لا يعنيني لكن غالبا هؤلاء الأشخاص بيكونوا بيستلزوا بنقل أخبار الآخرين ومتابعتهم وبالتالي بعد هذا العادة البشعة بيصلوا بير شو بنعود يا شفتي فلانا شو عملت أبصر شو مساوية وبلا شي بقال التحريات الغريبة والقصاص وبالتالي مننقل كل ما نقلنا منسيت هلأ هنه شو بيستفيدوا؟ أكيد ما بيستفيدوا شي أبداً بنقلوا لحالهم السؤوم والشك والزعاج ويقدروا طاقتهم كمان واحدار للطاقة والاستنزاف للمشاعر هذا أهم الشي يعني ذكرتي كلمة التي شفتي فلانا شو عملت اليوم ليش هاي العادة بس مرتبطة بالنساء؟ بلولك إنهن هاي العادة ممتازين فيها غير الرجال طب هلأ هذا الشي صحيح؟ أو نحنا ممكن نشمل الجنسين اليوم؟ وهل العمر ممكن كمان يلعب دور بالموضوع؟ للأسف يوسفني عني سيدة مثلاً أنه نحنا يعني معروفين أكتر بالاهتمام بالتفاصيل هلأ لأنه نحنا كسيدات نهتم بالتفاصيل أكتر بالأمور الجزئية أكتر فقد يكون البعض ما بنا نعمم أكيد بتعنياً التفاصيل أكتر والجزئيات أكتر فبدأوا على الخبر أكتر البعض وليس الكل ما احترامنا لكل سيدة لكن غالباً عالم الرجال بأنه هو نظرته دائماً للحياة كلية يعني هو ما بيأخذ التفاصيل لأي رجوة لثائلتي على أي مكان صفلي مكان أو صفلي شخص ويعطيكي النظر الكلية هي تطبيقه دماغه طريقة تفكيره طريقة متعامله مع الأشياء والمواقف فغالباً نقل الرجال للتفاصيل أو مراقبة الآخرين بتكون بسيطة أو لسبب يعني ممكن يراقبه شخص إذا كان فيه مثلاً منفعة مادية أو منفعة عملية يراقبه وتحركاته بتكون لفترة معينة أو إذا كان فيه علاقة عاطفية فممكن الشخص أو الرجوة اللي رائب بأول فترة بس بعدين حكماً بيملي يعني رح يديق خلقه لكن نحن لأ بالنا أطوال للأصعف وعنا مرونة أكتر إلا عمر محدد؟ لا للأسف نحن كسيدان يعني إذا منصير بالتسعين ممكن نضلع من التبع ممكن إذا تشوفوا بجداتنا إذا نحن عندهم هلأ حكي لي شو أخبار فلانة نستهتها هيك ولا نستهتها هيك يعني من ممط شخصيتنا للأسف بس البعض ما بننعمم أكيد ممكن للسيدات تقاس بهي طريقة هلأ إذا بتقتصر القصة على نقل الأخبار ونحدث بعض شو الجديد يعني هون نصيفة نصيفة نقعد نحن على طول مشغولين بهذا الشخص كيف تحرك أو شو عمل أو شو صار اليوم ما يمكن قلتي إنه ما أنا مقتصرة على عمر محدد كمعا ممكن نشوفها عند الأطفال ممكن يكونوا ورسانين هالشي من أهلهم ولا مكتسبينا يا عيني عليك أدي حلو هاي المقطة طبيعي لما بدي يكون عندي طفل وش عاية الماما أسفع التعبير والحمس اللي حعظيكم يا لما بدي يروح لعند حدا بدي يرجع تقول له حكي لي شو أكلوا شو عملوا وين راحوا وين أجوا مفعت لعندو حدا حكي علي صار عنده عادة إنه كلما بدي يكون بعيد عن أمه أو راح مشوار بدي يرجع يقدم هذا التقرير المفصل وبالتالي هو عم ينقل الآن بعد فترة ما بقى تصير تطر تسألي للطفل شو نقان إذا راح تعبت جدك مثلا لا حال رح يجي لك ماما قالوا كذا وعملوا كذا وحكوا كذا خلاص التحول هذا الطفل نشأ على هذا السلوك يهيق له إنه هو لما أنت عم يحكي له للأم يمكن عم تكافؤه برابع لك لأنك هكتيري شو صار راح أعطيك أنا أكل طيبة أو حخيليك تلعب بالتليفون أو 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 هيكي وصار يعتبر إنه هذا إنجاز إنه هذا شيء حلو إنه أنا بحكي له ماما شو عم بيصير بيكبر بتنشأ عنده هالعادة إنه حالة طبيعية بعدين بيصير به الساعة من إلا لزوجته بالبيت من إلا لرفقاته من إلا لأصدقائه فللأسف هو ممكن يأخذ بشكل كثير كبير من الأم والأب طيب خلينا نكون واقعيين اليوم بتلاقي إحنا بنعرف إنه الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي هنون عايشين بعالم مثالي بيظهروا بأسورة الإيجابية ما بيظهروا أبدا أي نقاط ضعف بحياتهم هون إحنا لما يصير في مراقبة من الناس بيقولوا لك إنه ما عد تعجبون حياتهم بيصير خلص إنه بدون مثل هاي القصة بيصير رأبه هيدا الشي اليوم أدي بيأثر على شخصية لنسا طب أنا يا صديقتي رح أسألك سؤال أديك أنتي أنتي مثلا بحالة مشاعر معنى كثير عالية وقعدة بمسكة تليفونك عم تتصفحي سوشال ميديا بلحظة من اللحظات طفيت التليفون وحستتي بديء لي لأنه أنتي بلحظتك أنتي معنى جاهزة بجوز عندك كرب بالعمل متضايقة اليوم من قصة معينة حاولتي أو تهيئ لك أنه أنتي ممكن تتسلي إذا عملتي السوشال ميديا شوي عم لقيت عنجازاتي ممكن نصها تكون هي معنى حقيقية أو هي ممكن تكون مزيفة بالتالي أنا كأنسان بسقط في تليفوني حسيت بيكرب أول كلمة بقول ده خلقي شي بيمليل ليش عم بيصير معي ممكن نرمي التليفون ونقوم نتفشش بحالنا نتفشش بالناص اللي حوالينا أو ممكن حتى نقول إف ده خلقي شوال الحياة المملة ستقول لي ليش فلانة صار معاها؟ طبعا أنا ما بعرف زورو فلانة قبل هذا الشيء يا صديقتي أولا نكون عندنا هنا على المطلقة كل شي ما نشوفه على السوشال الميديا 80% خطأ والعشرين بالمئة مشكوكسيون يعني أنا لا أحد سيطلع حاله ما في حدا نحن ما نعيشون بالمدينة الفاضلة ومدينة الفاضلة من زمان سكرت قوابة نحن بشر معرضين دائما للخبوط مثل للصعود فما حدا بطلع عنا أسوأ ما عنده وإذا انتبهتوا حتى لو حدا طلع أسوأ تجربة عنده أو عرض على الآخرين رح يصير في عنده تنمر بشكل كبير فبالتالي الناس ستتعلم أعكم تردوا مثلا ضعفكم أو مشكلتكم أو معاناتكم أو شي لأنه الناس ستبطل تتابعكم رح تبطل تهتم فيكم ورح تبطل تشوف هذا النشاط اللي انتو عاملينه فكتير هذا الموضوع مزعج جدا وبالتالي يا ما صايره أنا معي شخصيا أحيانا كنت تتبع مثلا شخص شوف إنجازه لما شفته وصل لمرحلة معينة أنا ما قدرت لسه أصلا صراحة شعرت بالانزعاج فبالتالي حسيت أن هذا الشي دو يأثر عليه فوقفت متابعة هذا الشخص لأنه حسيته وصل للهدف قبل مني عم بحكي لك أنا كتشربة شخصية ما عم عليك الأشخاص اللي بتكون لسه مانا هيئة حالة لهذا الشي ما بتعرف أنه نصر مشاهدات هي ما تكون صادقة أو 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 دائما ممكن يصير عندها تأزم نفسي تراجع نفسي عدم ثقة بالنفس وبالتالي جلد للذات لشمالي مثل فلان لشمالي مثل فلان والتلزوز إنقل قصته لفلان شفتي فلانة كيف نشحت مابنة حطة بزمتنا شفتي كيف عملت الله أعلم كيف وصلت يعني منها در تحدث دائما الأشخاص يعني نحنا كبشر نمرق بهاي الفترات فترات غبوط وفترات صعود بنفسياتنا ولكن إذا الواحد عنده ضمن نفسه قناعة إنه أنا في إلي وقتي أنا ممكن هذا الشخص تعبان سنين أنا كيف بدي أوصل لهذا الشي هلأ يعني هاي القناعة كتير حلوة إنه نحنا ما نقارن نفسنا بالآخرين بلاكس إنه نقارن نفسنا بحالنا وبس خلص علينا بحالنا ولكن اليوم نحنا ذكرنا بأول فقرة إنه نحنا عم نحكي عن حالة إدمان إدمان مراقبة الآخرين ممكن هاي الحالة عم تكون تزعج هذا الشخص هو بذاته لأنه عم ينهم من جوه وعم ينغم وعم تسعبه وبدو يتخلص منها كيف ممكن يتخلص منها؟ أول شي يا سيدتي حكيتي نقطة كتير حلوة اللي هي المقارنة سمعني بالقطلة السلاسة اللي هي من اللوم والنقد والمقارنة المقارنة هي واحدة من الأشياء اللي بتخلي تعمل إدمان لمراقبة الآخرين أنا عم قارن لأنه فلان بفلان متما اتفضلت حكيتي كلمة كتير حلوة ما بعرف كيف وصل قد دفع تمن هذا الطريق لحتى وصله أول نقطة حتى اتخلص من هاي العادة ركز على الشغلات الحلوة اللي عندي هلا فيك تقليلي إنه هاي ما عنده شي حلوة أو عفاف ما عنده شي حلو مستحيل كل حدا بشخصيته عنده جزء كتير وكبير حلو إذن نحن بفترتنا كبشر ما منركز على الشي اللي ما من لسا وصل للمرحلة اللي بدنا ايها يعني مثلا أكيد أنت عندك الظهور الحلوة عندك الطريقة الحلوة بالإقناع عندك طريقة الحلوة بالتحدث لكن بتشوفي لسا أنه لسا بدي أشغل أكتر لسا فلاني صارت أصباط أو أنا حتى كغالية يعني لا بنا نستبعد أي حدث طور من حالي تاب بركز أولا على الشي الحلو اللي عندي صحير حكت هاي دي كلمة كتير حلوة كلا ياتنا مميزين أثناء الخلقة في عنا شي يا شكلنا يا طريقة تفكيرنا يا طريقة عرضنا يا طريقة حتى كلامنا أو تحدثنا يستحيل يكون فيه إنسان بيشبح حدث عني إلا ما يكون عنده شي مميز ومتفرد فيه بس الفكرة أنه مولكل بيقدر يكون مكتشف نفسه يعني مولكل مكتشف عنده ملكة عنده موهبة عنده حضور أي شيء أي شيء ممكن يكون كلامه يكون شكله عادل لكن لما يتحدث بيكون مبهر فأول شي ركز على حالي أنه أنا شو شغلات الحلوة اللي فيني شو الأشياء للناس وأسمع الناس شو بتتحدث عن هذا الشيء يا مناس نكتشف حالي من آخرين وبوقت متأخر عندك شي حلو يتفاجأ هكذا إيه أنا عمجود هكذا أنه أنا ما كنت مركز على حالي ومركز على فلان والنطا الأهم أنه دائماً أي نجاح سواءً إذا ما لي متأكدب منه إذا حقيقي أو ما هو حقيقي أعرف إنه هذا له ضريبة هذا الشخص اللي واصل له له ضريبة طيب ونطا الأهم شو مستفيد أنا من إني رائب غيري حق نغاز حق تجاكر حق تدايا حيصير نطا أسل بي حيصير عندي عدم ثقة بالنفس حتى أتراجع قدراتي كثير رح قول وين أصلى عندي فلان رح أرجع لحالي هيك تلقائياً انزل وبالتالي هذا النزول أبداً ما له شي حلو انتو بتعرفوا إنه تطلع كتير صعبة بس النزلة كتير سهلة ما في أسهل منا لذلك إذا حسيت إنه أنا بفتت بدوامة مراقب غيري أو اطلع على غيري أو أعمل شوف شام يعمل أحاول دائماً بقعد عن السوشيال ميديا كتير رأنها تزعج وبتغزي هاي العادة بشكل كتير مؤرم وروح دور على حدا يطلع لي الشغلات الحلوة اللي فيني إنه شو رأيك فيني شو حابب هيك طبعاً كنوا ثقة الناس حياديين ما ينزلوني أكتر ما أنهم يطلعوني تمام اليوم عم نركز على موضوع المراقبة أحيانا المراقبة ممكن تؤدي للتقليد إن كان بشكل إيجابي أو سلبي للأشخاص مثلاً ممكن تشوفي أشخاص ناشحين مميزين بيهتموا بحالهم عطول الأشخاص الثانيين بصيروا يرأبون ويحاولوا يقلدوهم يستنسخوهم يعملوا نسخة عنهم بكل تفاصيل حياتهم أحيانا ممكن يكون هذا التقليد إيجابي حفزك إنه أنا فعلاً بدي يصير ناشحة أنا فعلاً بدي يصير إهتم بحالي بدي يصير هيك أحياناً بيكون سلبي حكينا يمكن على التقليد السلبي ووضحنا عن المراقبة بشكل سلبي هذا تؤثر على الشخصية والنفسية نحكي عن الشيء الإيجابي اليوم هذا ممكن يحفزنا لقتاً شكراً لك على هذه النقطة لأنه فيه ناس فعلاً بتشوف حداً فبتصير بيصير عنده حافز يلي هو مثلاً حداً عمل دراسات عليا حداً متقدم بعمله حداً عرفان يشوق طريقه أو يعمل الصورة الخاصة فيه بالعكس هذا كتير شي حلو وأنهم بقلك لأ كتير حلو أني أنا تواصل مع هؤل الأشخاص إذا كان ممكن إذا ممكن كانوا يتحدثوا إنه شو الطريقة راح يعطوكي يمكن طرق كتير كانت غايبة عن بالك أو ممكن أنت كنت تكوني بالتعملية بس بغير طريقة أو بغير هدف أو بغير قصة فتلاقي إنه هي فعلاً كانت سبب لحتى تساعدني كتير حلو إنه يكون عندي الحافز وإني أنا شوف أشخاص متقدمين علمياً متقدمين اجتماعياً عرفانيني قدروا يقدمو حالهم بطريقة حلوة وإني أنا أسألهم لا معنى أبداً بالتقليد الناجح لا معنى أبداً بالحافزة اللي بيكون ممتع أو اللي بيكون جيد لكن أنا كون أتأكد إنه هذا الشخص فعلاً نجاحه حقيقي معنى ومزيف صحيح يعني ممكن أنا متعلق بشخص بس لأنه عنده عدد كبير من المتابعين أو عمي قد المحتوى أو 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 لا تكون فعلاً متأكد إنه هذا الشخص حقيقي على أرض الواقع فعلاً عنده هذا النجاح فعلاً الكلمات اللي عم يطلع فيها أو عم يحكيها هي حقيقية معنى مستنسخة أو عبارة عن نسخ لصوق وتطبيق أي شيء خلينا نختم معك دكتورة بجملة كتير بتختصر كتير حكي وكتير أفعال إنه من راقب الناس مات أهماً وممكن توصل معه الشخص لدرجة الحسد وهذا الحسد رح يلتهمه من جوه ويأخذ من صحته ومن سلامه الداخلي طبعاً طبعاً أكيد كلمة كتير والمقولة حلوة دائماً كنا نسمعه إنه الإنسان بس كنا عم يراقب الآخرين إنه رح يغفل عن نفسه وعن قدراته وعن إمكانياته وبالتالي هالقدرات رح تتراجع ورح تاخد هبوط وليس صعود أبداً وآخر الشي رح أوصل لمرحلة إنه أنا ضل عم رائب رح لأي ناس هي عم تتقدم وأنا بمكاني قدراتي تراجعت وإمكانياتي تراجعت وبلشت الأشياء اللي بشعة تظهر بشخصيتي وبالتالي لح أخسر كل جواني بحياتي أكيد بالختام الدكتورة غاليا سعيد الباحثة بيعلم النفس أهلا وسهلا فيك وشكرا لإلك وحضورك الحلو معنا لليون أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتورة ونورتي